السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعرف على كافية إنشاء الشيدر بول بحيث أن نقدر نعمل على تست ماتيريال هذا مباشرة إلى الموديلينج تاب وهضيف يوفي سفير ثم أختار هذه الـ Edge Ctrl-B Extrude ممكن نفعل screencast case Extrude ثم Alt-S ثم أختار ثم أختار الـ Edge ثم أختار وهذه الـ Edge Ctrl-B إلى هذا الحد سوف نختار Vertex Ctrl-1 ثم Extrude ثم أختار ثم أختار ثم أختار هذه الـ Edge وCtrl-B ثم أختار ثم أضيف Circle نحذف الشيدر بول وهذه أشكال كتيرة من أحد هذه الأشكال Extrude Scale Shift-Z ثم أختار Scale Shift-Z هكذا. هنضيف طبعا صبديم سيرفس 2-3. في هنا طبعا لوب كت. وهنا فيه لوب كت. وطبعا شيد سيكون سموث. دلوقتي هنضيف بلين. اسكيل 5 تايم. هذه الاتج. اكسي تروت في الزيد اكسيز. سمه موف. هنختار طبعا اي اتج. وكنترول بي. هكذا. هيكون سموث. وسكيل في ال اكسي توتالي. حسنا. ده الوقت ان نضيف كاميرا. اد كاميرا. كنترول ألت زير. الان. توفيو. ونزوم هذه الضربة. ممكن طبعا الرندر نخليه 1080. ده الوقت ان نضيف اللايت. قبل ما نضيف اللايت. هقول ان. اللايت ببساطة شديدة. اول حاجة في اريا لايت. ها هنا. باور 150. size22. وار بهذا الشكل. مرة اخرى هنا. ده هيكون اقل ولكن 110. وده هيكون لون مختلف. بهذا الشكل. خلينا نعمل تست. ده كده بنسبالنا هو. ها هيحصل. طبعا نستخدم EV خلينا نستخدم cycles. GPU. and denoising render. ومن image denoise. البرفورمانس. هو ان GPU فاكسد. وان اثنين خمسة. البلين هيكون. بهذا اللون. نبدأ ولكن متل. نسمي متل. الكلر هيكون. هذا الكلر. والمتال كون. الرفنس هتكون. وليكن point one. نعم. 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 الله. بيعكس الطبعاً ده كده يعتبر جاهز للرندر أتمنى يكون هذا درس مفيد وإلى اللقاء في درس القادم